نورانا من خلال زوم الكتبة وعشقة السفر ماهي متحد اللي كتبت كتاب بوست كارد واللي اتكلمت فيه عن رحلتها المختلفة اهلا بك يا ماهي اهلا رانيا ازايك اهلا بك ازايك والحقيقة احب اعرف منك كده في البداية خالص حبك للسفر ده ابتدى امتى وجه ازاي اوكي انا الاول احب اشكركم على الاستضافة وانا مبسوصا ان انا معيكم النهار ده انا حبي للسفر ابتدى من ونا صغيرة بالصراحة الشغف ده كان عندي من ونا صغيرة كنت بحب استكشف اماكن جديدة وبلاد جديدة وكان والدي طبيعة شغله كان فيها سفر كتير فكان دائما بياخدنا معي فده حببني اكتر في السفر وانا فاكرة في المكتبة بتاعت جدي في اسكندرية كان فيه كتاب لانيس منصور مأكيون حول العالم ومن هنا بقى كانت نقطة البداية لحبي للسفر ولما كبرت بقى ابتدت الهواية تكبر معي والهواية ابتدت تبقى كتابة ونزلنا كتاب بوست كارد انا عارفة انت دلوقتي كمان بره مصر قوليلي انت بتكلمنا منين او احنا دلوقتي بنكلمك منين انا حاليا في دبي حاليا وهيجي مصر قريب ان شاء الله عشان يجي اندست في اجازة الصيف في العالمين ان شاء الله لازم تيجي قريب جدا 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 عشان تلحيق اجازة الصيف ايه اشعر البلاد اللي زورتيها وايه اكتر البلاد اللي حبتيها والله انا زورت بلاد كتير قوي بس طبعا في بلاد بتسيب ذكرى حلوة دخالي الواحد عايز روحها تاني ومن اكتر البلاد اللي عجبتني اليابان واحنا تكلمنا عن الموضوع ده قبل كده بس في بلد تاني ما كناش تكلمنا عليه وهي البرتغال بلد جميلة جدا فيها طبع عربي على طبع غربي رخيصة مش غالية مقارنة ببقية الدول الاوروبية فيها فن فيها الفن المعماري كمان دون جميل الفن الرأس فهي بلد حلوة جدا وانا شايفة انها مش واضحة حقها في السياحة فمن البلاد فعلا البهاريتني الفترة الاخيرة وممكن اقول روسيا كمان جميل جميل بمتبعتما كان عن روسيا كانها قديمة والكلام ده كله بس لأ هي مدينة او دولة جميلة جدا وبالاخص مدينة تان بيترسبرغ حالو البلاد اللي لسه ما رحتيها شو نفسك تروحيها والله على اعلى القائمة في كولومبيا في المكسيك وجنوب افريق اه حلوة قوي كولومبيا طبعا والمكسيك طيب قوليلي ايه اكتر البلاد اللي لما رحتيها حسيتي انك يعني ما تفكرتش انك تروحيها تاني جميل انك شفتيها بس مش هتكراري الزيارة انا شايفة زيارة لحد بس الصراحة لبنان وماليزيا ممكن اقدر قوي اه اوكي طيب حلوة قوي قوليلي ايه اكتر البلاد اللي حسيتي ان هي فيها شبه مننا اه فيها شبه مننا ممكن اقول المغرب المغرب اه فيها شبه كبير اوي طبيعة الشعب والثقافة بتاعت الشعب والطبيعة الجغرافية كمان الى حد ما اه ممكن اقول الاردن ان فيه جزء كبير منها يشبه مصر برضو جميل اه وممكن اقول جزء من السعودية برضو يعني جدة انا عيشت فيها فترة هي متأثرة بالطبع لمصري اوي بصراحة اكيد اكيد طيب عايز اتكلم معاكي بقى عن مصر وتقوليلي ايه اكتر الاماكن اللي انت بتحبيها في مصر وايه اكتر المناطق السيحية او الاماكن السيحية اللي لازم ما يعديش عليك مثلا صيف غير لما بتروحيها الصيف طبعا بنتجه للسحل الشمالي انا اصلا نصي اسكندراني فبالنسبالي اسكندرية يعني المدينة فيها كل الذكريات الجميلة طبعا فانا كنت متعودة دايما اروح وان شاء الله لما هنزل في الصيف هروح اسكندرية انا مثلا في الصيف بحدي كمان مارسة مطروحة قوي طبعا شواطئ تجنن بصراحة انا ما شفتش احلى من لون الميا بتاعك مارسة مطروح في العالم كله اه اه قوليلي ورأيك ايه تمه رجان العالمين الجديد لا طبعا دي حاجة كويسة جدا ومبادرة كويسة جدا ان احنا بنشجع السياحي ويزوء اماكن تانية في مصر كانت بس يعني متوفرة للمصريين لا هي ممكن نبتحل السياحة العالمية كمان وانا شايف ان احنا الشواطئ بتاعتنا فعلا احسن من شواطئ اوروبا يعني ده مش مبلغ لما الواحد بيقول كده فليه ما نروقش لسياحة المنطقة دي فانحنا نعمل مهرجان بحجم المهرجان العالمين دي خطوة جميلة وخطوة حلوة جدا ان احنا نعزز مكانتنا يعني السياحية في المنطقة اكيد اكيد انا طبعا بشكرك على وجودك معنا يا ماهي وترجعي بألف سلامة عشان تلحي اجازت الصيف في مصر ان شاء الله انشاء الله مرسي يا رانيا اوي وانا شرفت ان اكون معكم النهار مرسي شرف لينا مرسي جدا